المرأة لماذا لم يذكر القرآن اسم أي امرأة؟ لا توجد أي امرأة مذكورة بالاسم في القرآن إلا واحدة سيقول قائل مريم مريم عندها سورة مشكلة أن مريم كانت مشهورة في العالم كله آنذاك وكانت الاستثناء ذكر القرآن لها كان استثناء بسبب كونها شخصية مقدسة عند المسيحيين والمسيحية كانت هي المسيطرة في الشرق الأوسط كله حينها لكن ماذا عن أي امرأة أخرى؟ حين يتحدث القرآن عن امرأة لوط مثلا يقول امرأة لوط ولا يذكر اسمها قط نفس الشيء عن امرأة فرعون الأمر نفسه ينطبق على امرأة العزيز امرأة نوح فهي تعرف باسم الذكر وليس باسمها الخاص وإلى اليوم نجد نفس الشيء في البلدان العربية اسم المرأة يكاد يكون عورة عند الكثيرين إلى اليوم نقول أم أحمد أم محمد أم علي ولننطق اسمها لماذا؟ لأن اسم المرأة دون الرجل أعيب بل حين يتحدث الشخص عن زوجته في بعض البلدان يقول الحرمة أو في مصر يقول الجماعة وفي المغرب ملندار وعند بعض الشيوخ يقول أهلي أو أهل بيتي بالجماعة حتى لا يذكر اسم المرأة لماذا؟ لأن المرأة محتقرة في الثقافة التي نبت فيها القرآن فهي أقل من الرجل والقرآن ابن بيئته لم يذكر المرأة لأنها في نظره لا تستحق أن تذكر بالاسم في كتاب مقدس فالله أقدس من أن ينطق اسم امرأة لذلك يلحقها بالذكر مثلا نساء النبي أو مثلا يذكر زيد ولا يذكر زينب يقول أمسك عليك زوجك أو فلما قدى زيد منها منها وطر زوجناكها من هي؟ ما اسمها؟ هي مجرد ضمير مستتر لا تستحق أن تذكر بالاسم ويذكر الذكر بدلا عنها زيد رغم أن كل القصة تدور حولها المشكلة أن هذه الثقافة الذكورية صارت دينا والدين صار مقدسا وبالتالي لازلنا لحد الآن لم نعطي للمرأة حقوقها ولا زالت في السعودية لا تخرج إلا بوجود محرم ذكر طبعا ولا زالت لا تستطيع حتى قيادة السيارة لا زال وضع المرأة متخلفا في بلداننا لماذا؟ لأننا آمنا أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وآمنا أن المرأة ناقصة عقل ودين وآمنا أن الشؤم في ثلاث المرأة والفرس والدار وآمنا أن المرأة تقطع الصلاة مثل الكلب والحمار وآمنا أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل لأن المرأة تنسى بينما الرجل يتذكر وآمنا أن المرأة لها نصف دية الرجل وأن المرأة لها نصف ميراث الرجل وأن المرأة ستكون أكثر أهل النار آمنا أيضا أن المرأة ضلع أعوج آمنا أن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان ومع ذلك وبكل وقاحة يقول البعض الإسلام كرم المرأة بصراحة يشبهون شخصا يقول ولو طارت معزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر